تفاعلات الريدوكس تعرف الأكسادة بأنها عملية فقد الذرات أو الجزيئات أو الآيونات للإلكترونات بحيث ينتج عنها زيادة في الشحنة الموجبة أو نقصان في الشحنة السلبة أما الاختزال فهو عملية اكتساب الذرات أو الجزيئات أو الآيونات للإلكترونات بحيث ينتج عنها نقص في الشحنة الموجبة أو زيادة في الشحنة السالبة العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة في تفاعلات التأكسد والاختزال هناك مادة تتأكسد وأخرى تختزل وتسمى المادة التي تأكسدت باسم العامل المختزل لأنها سببت اختزالاً للمادة الأخرى وكذلك تسمى المادة التي تختزل باسم العامل المؤكسد لأنها سببت تأكسداً للمادة الأخرى وبهذا فالعامل المؤكسد هو المادة التي تكتسب الإلكترونات في تفاعل التأكسد والاختزال أما العامل المختزل فهو المادة التي تفقد الإلكترونات في تفاعل التأكسد والاختزال هناك بعض المواد التي تسلك كعوامل مؤكسدة أو كعوامل مختزلة في معظم تفاعلاتها وتعرف هذه المواد بأنها عوامل مؤكسدة أو عوامل مختزلة قوية وبيانها كالتالي العوامل المختزلة القوية هي الفلزات النشطة كالليثيوم والصوديوم والمغنيسيوم والألمونيوم والزينك وكذلك بعض هيدرات الفلزات وأشباه الفلزات أما العوامل المؤكسدة القوية فهي جزيئات العناصر ذات الكهروسالبية العالية مثل جزيئ الأوزون والفلور والأكسوجين والكلور بحيث تعرف السالبية الكهربائية للعنصر بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيئ التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية كذلك المركبات والأيونات متعددة الذرات والمحتوية على ذرات ذات أعداد تأكسد عالية حيث يعرف عدد التأكسد بأنه عدد الإلكترونات التي يمكن أن يفقدها أو يكتسبها أو يساهم بها العنصر خلال التفاعل وهذا يعني أن عدد أكسدة العنصر النقي غير المرتبط بغيره ذرة أو جزيئ يساوي صفرا وبهذا فإن عملية التأكسد بالنسبة لعنصر ما هي زيادة في عدد أكسدة هذا العنصر في حين أن الاختزال أو الإرجاع هو النقصان في عدد الأكسدة مثال على تفاعلات الأكسدة والاختزال تفاعلات الأكسدة والاختزال أو الـ Redox Reactions هي جميع التفاعلات الكيميائية التي يحدث فيها تغير في عدد أكسدة ذرات المواد المتفاعلة بسبب انتقال الإلكترونات فيما بينها حيث تعد بطارية السيارة هي مثال قريب لتفاعلات أكسدة اختزال تتكون بطارية الرصاص من لوح الرصاص ولوح من أكسيد الرصاص يوجدان في محلول حامض الكيبريتيك تعمل البطارية باختزال لوح أكسيد الرصاص وفي نفس الوقت يتأكسد لوح الرصاص تستمر البطارية بالعمل بهذا الشكل حتى تفرغ عندئذ تلزم إعادة شحن البطارية ونقوم بذلك بتوصيل قطبي البطارية بمصدر كهربائي خارجي أي إمدادها بطاقة من الخارج تعمل تلك الطاقة الكهربائية على عكس التفاعل الذي تم عند تفريغ البطارية وبعد شحن البطارية يمكن للبطارية أن تقوم بوظيفتها من جديد وتمدنا بالتيار الكهربائي